كما افتتح رئيس سيسي مركز البيانات الرئيسي للدولة ومركز البيانات التبادلي وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرنس وقدم مدير مركز البيانات الرئيسي للدولة شرحا مفصلا حول عمل المركز أكد خلاله أن المركز تم تنفيذه بكوادر مصرية من شركات ومسؤولية التحول الرقمي بالدولة كما تم الاستعانة بما يزيد عن 30 شركة عالمية متخصصة ورائدة في مجال تكنولوجيا الحوسبة السحبية ومركز البيانات من جانبه قدم مدير المركز التبادلي للدولة شرحا مفصلا حول عمل المركز أكد فيه أن مركز البيانات التبادلي يعمل بشكل تبادلي مع المركز الرئيسي لضمان استمرارية عمل المنظومات